بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم وبننصحك بردو كالعادة تشاهد الفيديو للاخر علشان تقدر تاخد معلومة كاملة وسليمة كل انسان بيتكلم عن الزراعة المائية او الهيدروبونيك فبيتكلم على ان الزراعة نظيفة وان الاكل منها صحي والليلة اللي احنا ما بنخلصش منها تمام اولا نعيب على اي واحد بيشتغل زراعة مائية ان هو يكتب الكلام دهوت لان بيختصر شديد يا جماعة الزراعة المائية قد يكون فيها نسبة التلوث اكتر كمان او نسبة تراكم المبيدات فيها بتكون والاسمدة بالزاد تكون اكتر من الزراعة العادية او الارضية تمام ليه القصة دي ات اول سبب يا جماعة ان احنا لما بنحب نزرع زراعة مائية يعني ايه زراعة مائية زي اللي حضرتك شايفها دي قدامك الزراعة اللي انت شايفها دي قدامك عبارة عن النظام اللي انت شايفه دهوت بتحطله حاجة بسموها المحلول المغزي والمحلول المغزي دهوت جميع العناصر النباتية اللي بيحتاجها النبات بنحطها فيه فيه منهم بيبقى الدرام او خزان بنسميه ايه والخزان التاني بنسميه البي الخزان الاولاني بيحطه فيه نطرات الكالسيوم وبحطه فيه الحديد والخزان بي بتحط فيه جميع العناصر التانية وفيه كذا محلول مغزي موجودين في العالم الزراعة وبيعتبر من افضل او بتستند كلها الى محلول اسمه محلول كبر تمام طيب بالنسبة للزراعة الارضية طبعا كلنا بنزرع زراعة الارضية زراعة الارضية المهد بتاعها هي التربة بتاعتنا العادية وبنبدأ نسمدها التسميد العادي طيب ازاي بقى الزراعة المائية دي اساسا بتكون فيها برضو تركمات اسمدة والكلام ده كله ده بيبقى انا اقدر اقول لك بيبقى فاتركمات الاسمدة اكتر من الزراعة الارضية ليه بيبقى فاتركمات بديبز بل اكتر من الزراعة الارضية لسبب بسيط جدا ان الزراعة الارضية جماعة احنا بنعتمد كليا وجزئيا على التربة دهية كمهد للنبات او بيعيش فيه النبات او كبيئة بيعيش فيها النبات تمام البيئة دهية احنا لما بنيجي نسمد بنقول والله التربة فيها شوية عناصر وبنبدأ نضيف مادة عضوية وبنحسب برضو عناصر اللي احنا اضفناها للمدة العضوية واللي يكن مثلا انا النهرة بضيف خمسة طن سمات عضوي للفدان الخمسة طن دوت كل فيه طن مثلا فيه تلاتة كيلو نتروجين وفيه تلاتة وتسيوم وفيه كيلو فوسفور سي يعني تمام؟ فبنيجي نقول والله انا ضيفت خمسة كيلو في تلاتة نتروجين يبقىpek عادي انا ضيفت خمسة في تلاتة بخمستاشر كيلو نتروجين يبقى انا حطيت في العدو 15 نترجين و15 بوتاسيوم وحطيت 5 كيلو فوسفور ده يعني مجازا تمام اذا الكمية ده هي الكمية اللي بيحتاجها السماء النبات بالنسبة للاراضي العادية لا يا جماعة ده انا بحطها وباخد جزء من العدوي وجزء من المعدني تمام باخد جزء من العدوي وجزء من المعدني تمام طيب اذا فمعظم الناس يقولك احنا بنزرع زراعة عدوية علشان من يبقى امن على صحة الانسان تمام انت بتتكلم صحة تمام ولكن في جزءية برضو خطأ هي ايه هي ان انت بتحط مادة عدوية طب المادة العدوية دي هل النبات هيمتص المادة العدوية دي على هيئة عناصر عدوية لا طبعا دي لازم تتحول للصورة المعدنية او بعد كده النبات بيمتصها ولكن تقدر تقول ان المادة العدوية اساسا لها الشغل السحري بالنسبة لتغذية النبات وبالتالي بنلاقي يعني الامور عندي مع اضافة المادة العدوية بيبقى فيه طبعا فرق جديد جدا كبير جدا لان المادة العدوية طبعا بتحسن خواصه التربة وبتيسر لكتير من العناصر اللي مش موجودة نتيجة التحلل بتاعها وان الاراضي بتميل للبي اتش المقافض مع المادة العدوية وهكذا كلام اللي احنا عارفينه ده هو تمام طيب انك لما بتحط النبات نفسه طب تعالي بقى على قبل ما نحط النبات نفسه دي تعالي بقى على المادة النبات اللي بتزرع في زراعة مائية تمام نبات اللي بتزرع في زراعة مائية يا حضرات ده معروف عنه ان احنا بنيسر له جميع العناصر ازاي الكلام ده او الله بنيسر له جميع العناصر وبنبقى طول ما احنا واقفين على طول بنحط بنقيس المحليل بتاعتنا وبنقول والله المحلول بتاعنا ده هو التيسر بتاع العناصر يعني التيسر يعني لما نقول تيسر العنصر ونعصر العنصر يكون افليبل متاح يعني بيبقى يا جماعة في رقم بي اتش معين طيب انا معايا الجهاز بتاع البي اتش وبزبط البي اتش بتاعي تمام بزبط البي اتش بتاعي على التيسر بتاع العناصر بالزبط ازا فمعنى ذلك ان انا كل حاجة كل سماد او معظم الاسمدة اللي انا بحطها في الزراعة المائية تقريبا النبات بنتصها دي حاجة الحاجة التانية الزراعة المائية دايما النبات بتاعها بتلاقيه يعني بتلاقيه يعني صحيا ممتاز جدا مش صحيا من ناحية الانسان لا كنبات هلسي صحي اه هتلاقيه كويس جدا واللون الاخضر فيه تمام واتلاقي فيه يعني حاجة محترمة جدا ولكن ده من ايه لان ما فيش اي عنصر ناقص اساسا والامور كلها كويسة طيب لو جيت قلتلك انا بحط سماد عضوي في اللي نبات وبحط سماد معدني مدى الحياة من اول خمسة ايام لحد ما بخلص تمام وفيش يوم ولا فيش ريا اسمها ما بنحطش سماد سواء از كانت الزراعة عندي مائية كاملة او از كانت نص مائية او غيره تمام يبقى انا عندي كده فيه تلوث في الزراعة المائية اكتر انا من وجهة نظر الشخصية او علميا يعني التلوث اساسا بالمبيدات انا بيش دعو بالاسمدة بالمبيدات بتكون قوية وقوية جدا مبات الفراولة اللي انت شايفه قدامك ده هو ده مش طبيع انك انت تزرعه في الارض ليه هو كده في الزراعة دي طبعا كمية الاسمدة اللي وقيتها غريبة الشكل وبيني وبينك التحليل خد حلل في الزراعة المائية وحلل بالنسبة للزراعة الارضية الزراعة الارضية هتلاقيها طبعا اقل انا بقولك هو اقل من الزراعة المائية بالنسبة لتراكم العناصر الغذائية اللي اكتر حاجة بتدمر الكلا والكبد يا جماعة عنصر النطارات عنصر النطارات ده سيء جدا وخصوصا لو كان في الفريش فود او الخضروات الطازجة اللي هي زي الخص او الورقيات زي الخص والجرجير والفجل والكرومب والارنبيت والحاجات دي كلها دي اكتر حاجات بتجود فين بتجود في الزراعة المائية زي ما حضراتكم شايفين كده اذا فهي مدمرة اساسا يعني انا من وجهة نظري الزراعة المائية فيها تلوث بالاسمدة وتلوث كبير جدا قد يكون المكان اللي فيه نضيفه تمام تمام ما عندناش اي مشكلة خالص ولكن طبعا هي زيها بالنسبة للأسمدة زيها زي العناصر الزراعة العادية تمام عندي بس نقطة بالنسبة لقصة المبيدات ايه المبيدات يا جماعة نشوط الزراعة المائية بتترشي مبيدات عادية زينا زي اي حال واحد اقول لنا ما برشش مبيدات اقول لك انت بترشي المبيدات لان حضرتك بتزرع ورقياتك الوراكات مش مستهلة بس تعالى لو انت هتزرع بقى خيار وهتزرع طماطم وهتزرع الحاجات اللي هي السيزون بتاعها طويل الموسم بتاعها طويل لا اذا انت هتلاقي انك هترشي غصب عنك وانت يعني هترشي وانت صاغر اساسا بالنسبة ليه الرش محدش يقول لي انا برشش بالزراعة المائية انت ويه الزراعة المائية بره عشان تقول ما برشش كمل المعلومة كاملة عشان ما تلطشي كلمتين كده لان دي زروف العربي يعني وطبيعتنا احنا كعرب ان احنا بنلقت كلمتين ونقعد ان ايه نبنى عليهم خيال يعني تمام اسمع المعلومة كاملة تمام انظمة الزراعة المائية بتختلف من تكنولوجي لتكنولوجي تمام ممكن في تكنولوجي في البيوت العادية اللي عندنا كده بنعمل ضد شباكة ولا بنعمل شوية موسير وبنزرع الزراعة المائية طيب ايه اللي خلا ما تترشش بقى قول لي اللي انت انت شلت التربة ما زرحتش على التربة التربة عادية وفرشت وقمت ايه عامل نظام الهيدروبونيك وبتديت تشتغل انا عايز تسبب ليه ليه مش هيجيني امراض بقى لا هيجيني امراض وعلى فكرة الجذور بيجي لها امراض وبدخوا فيها بره مبيدات للجذور وامورك طيبة خالص اذا فإلا بقى اذا كانت فيه ناس بتعمل تكنولوجي كامل او تحكم كامل كنترول كامل على البيوت المحمية بدرجات حرارة معينة درجات رطوبة معينة بحيث الحشرات ما تدخلش اطلاقا دي الى حد ما بيكون التلوث فيها اقل من الاخر اما الزراعة المائية بتاعتنا اللي في الوطن العربي دي لأ طبعا القصة مختلفة ومختلفة جدا فعشان بس ما حدش يضحك عليك وقولك لا ده احنا عندنا الزراعة المائية يعني زيرو مبيدات وزيرو اسمدة هي لا زيرو مبيدات ولا زيرو اسمدة هي زيها زي الزراعة الارضية خالص الفرق بينهم زي ما قلتلك العناصر الموجودة هنا هي العناصر الموجودة من هنا بل الزراعة الارضية ممكن نستعيد جزء من السماد الكيماوي ممكن نستعيد منه بجزئية من السماد العضوي وبكده بنكون يعني خلصنا الكلمتين اللي كنت عايزة اقولهم والوقفين في الزوري علشان كل واحد بيتكلم يقولك انا زراعة زراعة مائية فما فيش تلوث فيها لا الحقيقة فيها وفيها تلوث وتلوث كبير جدا بشكر حضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته